اشتركوا وتفعالوا زر الجرس وتلتقي بصدفة بكرم ويجسد دوره الفتى الطائش المعروف بكسرة مشاكله وفضائحه مع الفتيات وشخصيته الهوائية المستهترة ويحاول الإقاع بها فيفشل ليدرك أنها ليست من ذلك النوع من الفتيات فيحبها ويحاول التقرب منها ليكتشف أنها على علاقة بشخص آخر يدعى بيرك فيبتعد ثم يجمعهما القدر بزواج مصلحة بسبب كذبة ولكن هل يمكن لتلك الكذبة أن تصبح حقيقة؟ تعيش عائشة مع والدتها وشقيقها ردر المعروف بالصرامة والحزن والتي تعاني من تحكمه في كثير من أمور حياتها الخاصة بعد وفاة والدها وتعمل عائشة خياطة في ورشة العم محسن رفيق والدها في العسكرية أما كرم فهو الإبن الأصغر للعم محسن والذي يلتقي بعائشة لأول مرة في شركة العم محسن ومن هنا يبدأ في محاولته للإيقاع بها كما يفعل مع بقية الفتيات يحاول شقيق عائشة رضا تزويجها من صبر جارهم في الحي الذي طلبها منه لرفض وسرعان ما ستتحول هذه الكذبة التي كذبتها عائشة إلى حقيقة ويصبر أهلها إلى حين زواجها من كرم لكي تتخلص من الفضيحة وتقطع ألسنة جيرانهم بالحي ولكن كرم يرفض في البداية وبعد ذلك يقبل الزواج حتى يتولى منصب رئاسة شركة والده وتدور الأحداث وتستمر وتزوج كرم وعائشة زواج مصلحة ويعملان على عدم إفصاح الأمر للعائلة بل يحاولون بكل الطرق إظهار السعادة الكبيرة على وجوههم حتى لا يتم اكتشاف حقيقة أمرهم في نفس الوقت اللي بتخطط فيه إيجوا بريك للإقاع بينهم بأكثر من طريقة لكن هل سيتحول الزواج الحقيقة؟ فعلا هيبقى الزواج بتاعهم زواج حقيقة وعن حب وهتستمر الأحداث كلها لحد ما يصلوا للنهاية للزواج وتنتهي المسلسل بزواجهم السعيد والحب يفضل بينهم دي كل تفاصيل مسلسل العشق الفاخر لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب وفعالوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معنا